اشتركوا في القناة قبل شوي كنا بفكرة عمل الخير قديش هو مهم وخاصة بشهر رمضان وقديش مرتبط بفضائل يمكن كلياتنا منعرفها لكن انتو ما شاء الله عملكم زايد برمضان تحكيلي شوي عن جماعة خلينا نسمي ملهم أتطوع وين منتشرين وشو عم تشتغلوا؟ أهلا وسهلا فيك رمضان كريم عليكم يا رمضان كريم منتشرين هلا الحمد لله بكل مناطق اللي هي بحاجتنا بالأردن وتركيا وسوريا ولبنان بالأردن عم نشتغل بزاعتري عمني خيمة رمضانية زيناها بزينات رمضان الخيمة هي بزاعتري؟ بزاعتري تماما وعم نعيش يعني كليوم تقريبا مع مية طفل سوري كالب نفال منعمل لون والعاب وتسلية خندوني معكم طالما في العاب وتسلية وهي خليني أتسلى وانا بسألي لصغار كمان اليوم كتير متنشط وطالع ثورجي يعني اه طبعا اي فمية طفل الحمد لله مفتر معهم يوميا بعمان كمان في عنا فيلا بيعبدون قدم لناها أحد المتبرعين كمان عم نفتر مع مية طفل يتيم بلبنان عم نشتغل بمخيمات البقاع وعرسال وترابلوس بسوريا عم نشتغل بكل أرياف اللي هي بحاجتنا ريف إدلب، ريف حما، ريف اللادئية ريف حمص بالوعر المحاصر ان شاء الله وصلتوا لمعطق المحاصر ايه الحمد لله بل جهود جبارة والله الحمد لله بس نيم رح اسألك عن بالفعل هالعمل هات بدوا تنسيق وبدوا فريق عمل كبير وبدوا بالفعل منظومة كبيرة وانتو عم تشتغلوا على نطاق يمكن عدد أفراد أقل لكن ما شاء الله الشغل واضح لكن بعد ما نروح لزياد زياد انت منشد موهبة كيف هيك تشو الأنشيد من من تعلمت وشو بتنشد والله بدشد أنا أغاني ثورة أغاني للثورة السورية والأنشيد بالمظاهرات كنا نطلع نهتف للنصر كنت متظاهر يعني شرس ولا عادي لا عادي طيب النصر القريب إن شاء الله إن شاء الله زياد إنت بلشت تنشد يعني إنت بلشت ديش كان عمرك يعني والله من أول الثورة كان عمري تسع سنوات آه يعني أنت الثورة اللي خلتك تنشد الثورة اللي خلتت والله حلو يعني كان صير مظاهرات عندنا في البلد بداعل بريف درعة كان صير عندنا مظاهرات والمنشد اللي كان يغني بالمظاهرات غسان الجاموس نوجه له تحية نوجه له تحية عبر شاشتكم الكريمة بعرف الوالد يعني صاحب الوالد وسمع صوتي وصرت أغني بالمظاهرات يعني ويوم بعد طب هلا يا زياد نحن بدنا نحكم على صوتك إذا كان فعلا حلو ولا لا وإذا كنت ثوري ولا لا بس بدنا شيء مو حزينها هيك لطيف وحلو مشان الناس يمتعرف بغني غنية الجولان هي كلمات ألحان العم أبو غسان الزعبي فنان الكبير أبو غسان الزعبي كمان نوجه له تحية وما نبلش نوجه له تحية غنية الجولان لقتني بنت الجيران قلتني بيدك ديوان قلتني بيدك ديوان حبه أغاني والحان للحلوي زهر الرمان للحلوي زهر الرمان قلت بكتم مواويل بالمشاعل والنيران أنا قلت بكتم مواويل بالمشاعل والنيران ديوان بيحمل عنوان بوس عجبين الجولان بوس عجبين الجولان بوس عجبين الجولان لقتني الحلوي بالصيف قلت لي تفضل يا ضيف بعيونك معنا للصرار عزمك ماضي مثل السيف عزمك ماضي مثل السيف قلت الهما لينا كيف حتى نمحي كل الحيف قلت الهما لينا كيف حتى نمحي كل الحيف حتى يبتسم الزمان ترجع لينا يا جولان ترجع لينا يا جولان الفين تحي وسلام ارسلها مع الحمام لك اسمر يا جولان يا صابر مع الأيام لابس منديل من الشمس ولعبه يا شغل الشام نكسم بكل الأيمان راجع راجع يا جولان راجع راجع يا جولان السلام عليكم شكرا شو يا فستو شاهم تغني حبيت حبيت كتير حسيت حالي كأني هيك كأني بردد شي حافظه كتير طيب شو سياد إن شاء الله بترجع كل الأراضي المحتلة ومنرجع ببلد حر ومستقل ونرجع إيد بإيد ونبنيها البلد تسنيم يعني بتعرفي أجواء رمضان هلأ سألتك قبل شوي عن تنظيم العمل بس بديك تجاوبيني بالاختصار بهذا اللي نبلش كمان هلأ تنظيم الشغل تبلش تقريبا معنا من شي شهر ونص قبل رمضان في تحضير يعني اي تمام أكيد تحضيرات هي بتاخده أكتر من الشغل وهو نفسه تواصلنا مع أكتر من مجموعة كمان مولحل نعم نشتغل أكيد يعني عم نتواصل مع ناس بدومة مع فتحة أمل بحلب يعني أكتر من المنظمة عم تساعدنا في عنا فريق بالداخل والحمد لله يعني كل ياتهم مجهزين حالهم من قبل رمضان أنه لازم يكون مستعدين خلال الشهر يعني مستنفرين كل ياتنا ومتفرغين لهذا الشهر إن شاء الله عكلين يعني بالفعل كمان عم تقوموا بمجهود كتير كبير بنشكركم عليه وأيضا كمان وجه شكر للمنظمات التانية اللي هي معم تتوانى أبدا بأنه تقدم أي مساعدة للسوريين وينما كانوا طبعا تعرفين أنه دنسي ومازياد نحن بسوريا مفي أكلة شعبية حلو كتير مشهورة هي المشبك والعوامة تحب أنت؟ العوامة المشبك والعوامة فنحن هلح رح نشوف بتقرير من حما عن هالعوامة وكيف عم يعملوها والمشبك أيضا إلى حما يعني إن شاء الله هيك بتتحسن الأحوال ومشوف حلويات أخرى غير المشبك والعوامة فادي 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 شوف خليني خليني أسألهم خليني أسألهم سأل تفضل زياد وتسديد بتحبوا المشبك والعوامة؟ أنا مو بحب الحلو كتير يعني بس بحب لما شبك أكتر عن العوامة زياد بحب العوامة شوفت شلون طلعوا بحبوها يعني بس العوامة أكتر يلا أوكي طلعوا بعكس بعض طيب تسنيم شو اللي هيك الأكلات اللي بتعرفي هلأ بتتنوع الأكلات برمضان شو هيك الأكل بتفضليها بتحبيها أنا بحب كتير الملوخية ومحبت المكدوس يعني هدو لازم يكونوا برمضان يعني زياد أنتو الملاحي طبيخ ملاحي بتنفس الأردنية كمان يعني الأردنية بالمنسف وحنا بالطبيخ ملاحي طيب يعني هلأ متل ما بتعرفوا أجواء رمضان كتير هيك الواحد بحن يمكن للأهل أكتر مفتعد للأصحاب شو انتو هيك بشوفوا بالجو فيه عم تتلاقوا عم تتعاوضوا هذا الشي هلأ أولا يعني أنا لحد هلأ ما فطرت مع أهلي بس أول يوم وباقي الأيام كنا فطرتوا من بزعتري مع الأطفال بس مع الأطفال يعني هلأ 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 يعودوا شوي عن قصة اللمة وهيك نحنا كمان كتير بترموم كم بالزعتري بس هلأ هون يعني ما قلنا كتير حدا بس هي رمضان فعلا محلاوتها بلمات الأهل بتجمع واللمة صحيح والعزائم اللي بتصير دائما زياد قبل ما هيك نختم فقرتنا بدنا منك شي تسمعنا تكرم هي غنية بعنوان سلمية ثورة سلمية كانت هي اطبعا اه تفضل سلمية الثورة سلمية كانت ثورتنا سلمية قالوا عنا رهابيين قالوا درعا رهابيين ليش نطالب بالحرية خمسة واربعين عام مستبد النظام خمسة واربعين عام مستبد النظام والله هذا حرام يحكمون الظلام والله هذا حرام يحكمون الظلام جيش الحر المقدام على ايده نشوف الحرية سلمية الثورة سلمية كانت ثورتنا سلمية قالوا عنا رهابيين ليش نطالب بالحرية سورية نادي الثوار والفزعة احرار سورية نادي الثوار والفزعة احرار هالنظام الغدار حرق البلد بالنار هالنظام الغدار حرق البلد بالنار جاينك يا بشار والله للضوغ المانية ما خليتوله شي رح تاخدوله رح توصله للقصر ان شاء الله ان شاء الله عكلهم زيادش وتسنيم رح نروح لفقرة اصلا صغيرة لنشوف بعض الاخبار وشو الخبرية فعل قبل شوي كنا عم نحكي كانت بتحنقى رويننا هي ضعفتنا الاجنبية من دنمارك عن اهمية وقدش السوريين بالفعل كانوا مبدعين يعني طفل 8 سنوات قدر يتعلم اللغة ويقرأ في المكتبة بشكل دائم فاثار دهشة الالمان شو هيك تسنيم؟ مع ان اللغة الالمانية دائما بيقولوا انه هي صعبة كتير يعني صحيح غريب ما شاء الله حتى في اكتر من خبرية سمعناهم عن صبية يمكن طلعت الاولى على ما بعرف بشو يمكن هلأ اخذينا بالفقرة الثانية اه صحيح يعني في كتير رح اخبار عم سمعنا الصلاة رح نشوف ايضا الخبرية التانية وهي طبعا عن طالبين سوريين من مدينة دمشق بيعيشوا بولاية نيوجرسي هالطالبين هدول حقوا وتفوق ملحوظ على زملائهم الامريكان ولفتا نظر وانتباه الكادر التعليمي طبعا بامريكا وكانت جميع تقييماتهم ممتازة وحصلها على مرتبة الشرف في عدد من المواد وبنهاية العام طبعا حصلوا على اعلى شهادة تقدير طعطة في الولادات المتحدة مع رسالة من الرئيس اوباما رح نشوف طبعا عمشوف فصولة الشهادتين شو رأيك زياد بهالتفوق؟ بالله ما شاء الله يعني على اطفال سورية من يومهم مبدعين من شاء الله انت كمان بتكون يا زياد من المبدعين طبعا نشوف فانتسين بالفعل شيء يعني من شاء الله من اميركا هلأ رح نشوف بعد شوي كمان خبر رأخلي مفاجأة والمانيا ومبارحة كمان حكينا عن طالب سوريا بالمانيا اخدت بالبكالوريا كمان مركز الاول تقريبا الخبر الثالث ايضا من ضال مع التفوق السوري في دول اللجوء هيثم الاسود طالب من درعة هاجر مع اهله الى فرنسا من عامين تقريبا وخلال هالفترة اصبح حديث الاعلام الفرنسي لشدة ذكاؤه وتفوقه الدراسي طبعا نعم نشوف الصورة يعني ما شاء الله تفوق رهيب حتى السن الماضي كان السوريين ايضا اخذوا مراكز اولى في الاردن حتى صح وبالذات ريب يعني انتوا هلأ عم تواجهوا هيك شباب متفوقين وحتى ايضا من خلال النشاطات شوفوا هالشباب المفعلين ذكياء اي صح اكيد يعني بابسط نشاط انت بتعمله عند جد في اوقات تفاجأ بردود افعال الاطفال انت ما عم تكون متوقع انه مثلا ممكن يجاوبوك هذا الجواب يعني ما شاء الله في طاقات بس ببدو حدا يكتشفى يعني بالضبط زياد انت دولين تقريبا مثل زملائك يعني بنفس العمر اه والله شو هيك تتمنى لهم بتمنى لهم ان شاء الله التوفيق وان شاء الله منه للأعلى كل اللي هيك ان شاء الله انحرموا التعليم ان شاء الله بيقدروا يكملوا طبعا في متفوقين لو اتيحت لهم الفرصة يعني شوفنا دول الشباب اتيحت لهم الفرصة فابدعوا وان شاء الله جميع الشباب السوريين بيبدعوا هلا نحن طبعا بدي اشتكرك تسنين فتة متطوعة بفريق ملهم اتطوعي وزياد ايضا منشد من مدينة درعب ثم بتمنى لك هيك نشوفك ايضا بامور فنية جيدة وتناسبك وتكون شو ثورة فنية ثورة مشاهدينا قبل ما نختم نذكركم بمواضيع اللي كانت بحكاية اليوم